لا يبدو الأمر مبالغاً فيه إذا تم توصيف مباحثات جونيف اثنين حتى الآن بالفشل حالة من الغمض والارتباك والتخبط لدى الطرفين وعدم وضوح في الرؤية تبدو جلية في تصريحات الوسيط الإبراهيمي والأمر الوحيد المؤكد حدوثه هو تبادل الاتهامات بين الطرفين بعرقلة تحقيق نتائج في مسار المباحثات آخر ما تمخضت عنه جونيف حتى الآن وثيقة إعلان مبادئ أعلن عنها الوفد الحكومي ورفضتها المعارضة وثيقة لم تتطرق إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالية البند الأهم في مقررات مؤتمر جونيف الأول الورقة السورية الرسمية نصت على احترام سيادة سوريا واستعادة أراضيها نبذي كل أشكال التعصب والتطرف، رفض أي شكل من أشكال التدخل أو الإملاء الخارجي ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو التحريض على أعمال إرهابية مجموعة مبادئ بعيدة عن مؤتمر جونيف الأول التي أعلن عنها المبعوث الدولي آنذاك في عنان في يوليو عام 2012 والتي نصت على تشكيل حكومة انتقالية بالتراضي بين الأطراف وبصلاحيات كاملة وعلى وضع حد لإراقة الدماء وإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق حوار وطني يشارك فيه أطياف الشعب السوري إجراء مراجعة للدستور وإصلاحات تخضع لموافقة الشعب والإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة والتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وفيما يصر وفد الائتلاف على التزام الوفد الحكومي كتابة بهذه البنود فإن الأخير لا يفوت فرصة دون أن يذكر الجميع بأنه لم يأتي إلى جونيف لتسليم السلطة وإنما لبحث موضوع الإرهاب ومن جهة أخرى ما تزال القضايا الإنسانية التي بدت للوهلة الأولى الأقرب للحل تدور في حلقة مفرغة وفد الحكومة الذي رفض إدخال المساعدات إلى حمص خوفا من وصولها إلى أيدي المسلحين سمح بخروج المدنيين من أحياء المدينة التي يحاصرها ولكن المدنيين أنفسهم بحسب المعارضة والناشطين على الأرض يرفضون الخروج على اعتبار أن عددا كبيرا منهم مهددا بالاعتقال فيما لا زالت مسألة الإفراج عن المعتقلين تراوح مكانها ولينكر كل طرف اتهامات الآخر بخصوص من لديه من سجناء والآن وبعد خمسة أيام على بدء المباحثات بدأ السؤال الكبير يتردد ما الذي يفعله الوفدان حتى الآن في جونيف؟ إذ يبدو أن الطرفين بقيان في سويسرا فقط خوفا من تهمة إفشال جونيف 2 التي ستلتصق بالوفد المنسحب وقد يستخدمها المجتمع الدولي ضده مستقبلا ترجمة نانسي قنقر